ينضم إلينا من رامالله سيد أشرف العجرمي الخبير للسؤول الإسرائيلية سيد العجرمي ما هي السيناريوهات المطروحة بعد انتهاء التفويد وهل ستسير الأمور بشكلها القانوني لصالح يائير لبيد من المفروض أن يعتذر نتنياهو عن تشكيل الحكومة ويعيد التفويد إلى رئيس الدولة ولكن على ما يبدو نتنياهو سيذهب باتجاه أن يطلب مهلة جديدة ولكن في حال فشل نتنياهو في الحصل على مهلة جديدة فالخيار الوحيد أمام نتنياهو هو خيار صعب وغير سهل أن يدفع كتلته اليمينية باتجاه تأييد أن يمنح التفويد إلى نفتلي بنت رئيس حزب يمينة بمعنى أن يكون بنت هو الذي سيشكل الحكومة بالتعاون مع الليكود والكتل اليمينية الأخرى وبدعم من القائمة العربية الموحدة من الخارج هذا الخيار المفضل لنتنياهو في حال عدم تكليفه مرة أخرى أو تمديد المهلة التي منحه إياها رئيس الدولة بأسبوعين آخرين وبالتالي هذا هو ما يحاول أن تنياهو الحصول عليه في اللحظات الأخيرة إذا لم ينجي هل سيترك الرئيس الإسرائيلي هذا السيناريو للكنسة تشكيل الحكومة؟ هو في الواقع الأمور كثيرا منقطة برئيس الدولة رئيس الدولة لديه خيارات متعددة منها خيار طلب من يائر لبيت تشكيل الحكومة باعتباره رئيس الثاني أكبر كتلة في البرلمان وأنه الشخص الثاني الذي حصل على عدد من الذين أوصوا بتشكيل الحكومة برئاسته أو منحه التفويض وأيضا هناك ربما إشكاليات أخرى إذا استطاع بنت أن يقول لرئيس الدولة بأن لديه عدد من الأصوات تضيح له تشكيل حكومة بمعنى كتلة اليمين كلها زائد القامة العربية الموحدة هنا ستكون لدى رئيس الدولة إشكالية في هذا الموضوع نعم يا إيرلا بيدي يريد أن يجمع العرب مع نفتالي بنت وكتر الساعر والأخيران يرفضان ماذا عن هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية لم تحل بعد حتى الآن لا يوجد دفق لأي حكومة في الخارطة الحزبية والسياسية الإسرائيلية ونتنيا بنت هو الذي يبتز السياسيين ويطلب أخصى مما يمكن أن يطلب وهو رئيس الكتلة الذي يحظى بسبعة مقاعد وهو الذي ربما ينطب به تشكيل الحكومة حتى عندما يكلف لابيت بتشكيل الحكومة فهو سيذهب إلى بنت وسيدعوه لتشكيل الحكومة أو يكون رئيس الحكومة في الولاية الأخرى ولكن لأن لابيت لا يأمن جانب بنت فهو يريد أن يحظى هو بالتفويض من قبل رئيس الحكومة حتى لو كان يعطي بنت التشكيل الأولى أو رئيس الحكومة في الفترة الولاية الأولى ولكن هذه أيضا إشكالية كبيرة وبالتالي هناك أيضا محاولة من قبل الليكود ورئيسه بن يمين نتنياهو للذهاب إلى سن قانون بالاختيار المباشر لرئيس الحكومة وهذا ربما يسن حتى منتصف الليلة هذه بالقراءة الأولى المفاجأة إذا استطاع الليكود وبن يمين نتنياهو الحصول على أغلبية بمعنى إذا دعمته القائمة المشتركة ودعمه بنت رئيس كتلة يمينة وهي أيضا ليست مضمونة العواقب لأنه حتى لو نجح نتنياهو في أن يختار كرئيس حكومة هو ليس لديه حكومة حتى الآن وبالتالي سيكون رئيس حكومة بدون حكومة لو لديه حكومة لكان هذا المازق انتهى بالتالي المحاربة السياسية الإسرائيلية في مازق شديد التعقيد إذن أيا من كان سيكلف بتشكيل الحكومة هل يعني ذلك أن أزمات الحكومة الإسرائيلية لن تحل؟ يعني هذا مرتبط بموقف نفتة لبنت إذا نفتة لبنت مالة لهذه الجهة أو تلك هو يستطيع أن يمنح أي شخص تركيب الحكومة طبعا هو يمنح نفسه ولكن لديه مشكلة أنه إذا ذهب مع لبيد ستكون هناك حكومة مكونة من أطراف يمينية ومن أطراف في مركز الخارطة من الوسط ومن أحزاب يسارية بما فيها القائمة المشتركة وبالتالي هذه معضل أمام جمهوره وفي المقابل إذا ذهب إلى نتنياهو ولن يحصل على كل ما يريده من نتنياهو لأنه نتنياهو أيضا لا يحترق ببيد ولكن نتنياهو يريد مسألة استمرار تناحر المكونات الحكومة أين كان من سيشكلها شكرا جزيلا لك من رب الله كنت معنا سيد أشرف العجرمي الخبير في أشعون الإسرائيليين شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم Only شكرا لكم تن Debatte